بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت 15 برضو ما زلنا بنتكلم على نسب التسليح قبل كده اتكلمنا على الرو ماكسمم اللي هي اقصى نسب التسليح ممكن اشتغل عليها دلوقتي برضو بالنسبة للاريا ستيل مينيوم او الرو مينيوم بنلاحظ حاجة ان في حالة الاريا ستيل بروفايدد اكبر من او يساوي اربعة على ثلاثة من الاريا ستيل ريكويرد يبقى في الحالة دي انت مش محتاج تعمل تشك على الاريا ستيل مينيوم لان القطاع في الحالة دية بيبقى سيف وبرضو نقول ايه هي الاريا ستيل بروفايدد وهي هي الاريا ستيل ريكويرد الاريا ستيل ريكويرد اللي انت بتحسبها من المعادلة الاريا ستيل بروفايدد انت لما بتيجي تختار الحديد بتاعك بيديك مساحة معينة المساحة دي بنسميها بروفايدد وفي الحالة دي دايما بيلاقي الاريا ستيل بروفايدد اكبر من الاريا ستيل ريكواير بنقول بس النسبة دي لو اكبر من او يساوى 4 على 3 انت مش محتاج في الحالة دي تعمل تشيك على الاريا ستيل مينموم وفي الحالة دي برضو القطاع بتاعك الكبستي بتاعته اللي هي بنقول عليها فاي في ام اين اكبر من او يساوي 4 على 3 ام يو يبقى فاي في ام اين دي الكبستي او السترنس بتاعت القطاع و ام يو ده اللي هو ابلايد مومنت اللي موجودة على السكشن عندك يعني انا لو عندي دي كاميرا وده المومنت اللي عليها السكشن ده عليه ابلايد مومنت بيساوي ايه بيساوي القيمة دي وده طبعا طبقا للكود اللي هو ACI1053 دي الفقرة اللي موجودة في الكود اللي بتقول لنا ما تعملش تشيك على الاريا ستيل مينموم لو تفقفر الشرط اللي تكلمنا عليه دوت طيب بالنسبة لحديد التسليح السنوي يعني ايه السنوي يعني انا عندي ده سقف في حديد الحديد ده موجود علشان نبقى محتاجين حديد عمودي عليه الحديد العمودي اللي عليه دوت بنحتاجه علشان يقاوم الشرينكيش والتمبراتشور افكت يعني ايه افكت لان انا مثلا الخرصانة لما بيحصل لها عملية تسالت بيحصل لها شرينكيش الشرينكيش ده بيتولد عنه كراكس طيب علشان نقاوم الكراكس دي محتاجين شبكة في الاتجاه العمودي على الحديد الرئيسي اللي هو بيقاوم طيب قيمته اديه بيعتمد على حكتين على نوع الحديد بمعنى هل هو بتاعته اربعين ولا ستين هل هو بارز او ويلدد واير فابريك فبنقول في حالة الاربعين انا محتاج حديد سنوي اللي هو بيساوي بوينت زيرو زيرو تو من الاريا جروس والمقصود بالاريا جروس اللي هي مساحة القطاع اللي عندي يعني لو انا عندي ده قطاع في السقف ده واحد متر وده الارتفاع بتاعه اتش يبقى دي المساحة اللي مطلوبة اللي هي بنسميها الاريا جروس طيب في حالة الجريد ستين بنقول ان الاريا ستين سواء في التنشن او الكومبريشن بنقول انها بتساوي بوينت زيرو زيرو وان ايت من الاريا جروس يبقى الاريا جروس اللي هي الجروس اريا بتاعت الكونكريت الكروس سيكشن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة